الحمد لله المتعالي باسمه الأعلى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مغنى وسع كل شيء رحمة وعلما وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما ففتح الله جل وعلا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تعالوا بنا لنعيش في رحاب كتاب الله عز وجل ومع قول الله جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم أي وجزاهم الجنة بماذا رب بما صبروا إذن إن أردنا أن نصل إلى الجنة وإن أردنا أن نشق طريقنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فعلينا أن نصبر لله جل وعلا والصبر أيها الأحبة الكرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على المقدور وصبر على المحذور وصبر على المأمور صبر على المقدور أن تصبر على ما ابتلاك الله جل وعلا به ابتلاك الله جل وعلا بمرض فقد تولدك ما تولدك فقد تمالك حدث لك أمرا ما عليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تعلم أن ما كان لك سوف يأتيك وأن ما كان لغيرك فلن يصل إليك أبدا فترضى بما قسم الله جل وعلا لك وكثيرا ندخل على المرضى وعلى أصحاب الإبتلاءات فإذا ما سألناهم كيف أنتم قالوا الحمد لله رب العالمين يقولون هذا بمنتهى الرضا والتسليم لأنهم يعلمون أن كل شيء إنما هو من عند الله عز وجل إذن هذا هو الصبر على المقدور أما القسم الثاني هو صبر على المحظور الشهوات والنزوات والرغبات وما أكثر هذا في أيامنا هذه المعاصي كثيرة والشهوات كثيرة والنزوات كثيرة إذا لم يصبر الإنسان وإذا لم يتعلق بحبال الصبر وإذا لم يعلم أن هذه شهوات ونزوات الدنيا وأنه سيحاسب عليها أمام الله جل وعلا في يوم القيامة فإنه سيقع في المحظور ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين هذا هو النوع الثاني فعليك أن تصبر على هذه المحظورات التي حذرها الله جل وعلا علينا أما النوع الثالث الذي يشق لنا طريقا إلى الجنة فهو صبر على المأمور الطاعات الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة كل أفعال الخير التي أمرنا الله جل وعلا بها تحتاج أيضا إلى صبر وإلى تحمل وإلى احتساب فلن يستطيع الإنسان أن يصلي إلا إذا كان صابرا ولن يستطيع أن يصوم إلا إذا كان صابرا ولن يستطيع أن يخرج من ماله على الفقراء وأصحاب الحاجات والأيتام إلا إذا كان صابرا ويعلم أن هذا إنما هو طريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض إذن قال الله جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أي جزاهم جنة وحريرا أي فراشا حسنا هذا إذا صبروا يبقى الشرط إيه جماعة؟ الصبر طيب من لم يصبر فلن يشق طريقه إلى الجنة الجنة دي إبقى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا ذلك فيقول الله جل وعلا لأهل الجنة يا أهل الجنة خطاب من الله عز وجل لهؤلاء الذين امتن عليهم بدخول الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه ربنا ينادع لهم ويقول لهم إيه؟ يا أهل الجنة فيقولون بلى يا رب أو نعم يا رب فيقول لهم أتريدون شيء أزيدكم يعني مش عاوزين حاجة أزيدكم فيقولون يا رب وما تزيدنا وقد أدخلت للجنة فيقول ربنا جل وعلا لهؤلاء الذين تنعموا بالجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ثم يكشف الحجاب يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم التواب جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى بل والله لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا عن آخر رجل يدخل الجنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الرجل والحديث في صحيح مسلم يمشي على الصراط الذي هو أضق من الشعر وأحد من السيف يقول المصطفى فينكفئ مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة هو متقلب الحال فإذا ما عبر الصراط نظر إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك يقول عليه الصلاة والسلام فيرفع الله له شجرة فينظر إلى هذه الشجرة فيصبر ما شاء الله جل وعلا له أن يصبر ثم يقول يا رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله جل وعلا لعبده عبدي إن قربتك لا تسألني شيء بعدها فيقول وعزتك لا أسألك بعدها أبدا فيقربه الله جل وعلا من هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم يصبر ما شاء الله جل وعلا له أن يصبر فيرفع الله له شجرة هي أجمل من الأولى وما ظنك بشجرة غرص الله كرامتها بيديه فيصبر العبد ما شاء الله له أن يصبر ثم ينادي على ربه ويقول يا رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله جل وعلا لعبده أتعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير الذي سأل فيقول لا أسألك بعدها أبدا فيقربه ربنا جل وعلا من هذه الشجرة ثم يرفع الله له شجرة ثالثة عند باب الجنة فيصبر العبد ما شاء الله له أن يصبر ثم ينادي على ربه ويقول يا رب قربني من هذه الشجرة فيضحك ربنا جل وعلا من عبده فيقول العبد يا رب أتضحك مني وأنت رب العالمين فيقول ربنا جل وعلا أنا على ما أشاء قادر ثم يقربه ربنا جل وعلا من هذه الشجرة فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب أدخلني الجنة أدخلني الجنة أسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أهل الجنة وأن يجعلنا وإياكم من من يستمعون القولة فيتبعون أحسنه وجزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته